على عكس أيام زمان وبغض النظر شو أي حدا ثاني بحكي غير هيك بـ 2021 تحديث البيوس إشي طروري جداً وبشكل دوري للي فيكم ما بعرف شو هي البيوس بهذا الفيديو رح نشرح سريعاً شو هي ونوجهكم كيف عملية تحديث البيوس من الموقع الرسمي تبع كل شركة الأربع أحرف لبكلمة بايوس هي اختصار لـ Basic Input Output System باختصار شديد هي الجزء المسؤول عن تفاهم القطع مع بعضها في الكمبيوتر أثناء عملية البوت أو التشغيل وحتى أثناء ما إحنا داخل نظام التشغييري أو ويندوز أمثل على هاي القطع هي النوحة الأم، الرام، المعالج، كرت الشاشة إلى آخره زمان الأجيال الجديدة للكمبيوترات والإطلاقات كانت تصير كل سنتين ثلاث أربعة مرات خمس سنوات نضل على نفس القطع وما في داعي نقعد نحدث بشكل كبير جداً الآن موضوع صار غير تماماً صارنا نشوف أجيال مرات بالسنة جيلين كاملين، يعني قفزة كاملة في الأجيال بتصير بسنة واحدة للكمبيوتر بتنزل معالجات جديدة، لوحات جديدة، موديلات جديدة، رامات جديدة فصال موضوع كثير ضروري إنه تحديث البيوس يصير بشكل دوري مرات ما نشوف أيام ما بين تحديث بيوس وبيوس زمان كانت سنوات هذا الموضوع يصير واللوحة الأم اللي صالها شهور نازلة من اللاقي لها ست وسبع وثمان نسخ من البيوس فهذا الموضوع ضروري جداً إنه نعمل عملية تحديث للبيوس عشان أولاً تشتغل القطع وتتعرف عنه وثانياً الاستقرارية تبعت نظام التشغيل تكون أفضل عبر السنين اتطورت البيوس من إشي موجود على روم تشيب أو قطعة أو شريحة موجودة على الكمبيوتر ما بنقدر نكتب عليها إلى فلاش ميموري اللي هو إشي بنقدر ننسخ أو نشطب منه معلومات جديدة حسب التحديث اللي ساير عندنا الآن فيه رسك أو مخاطرة طفيفة أو مش خطيرة جداً لما نعمل إحنا عملية تحديث البيوس إنه ممكن نشطب البيوس أو لا صمح الله اللوحة الأم هذا الحكي نادر جداً مدام اتبعته التعليمات وماشيين صح وما فصلت الكهرباء أو طفيته الجهاز أثناء عملية التحديث أموركم إن شاء الله تمام وبالطول تسيري مدام عرفنا أهمية تحديث البيوس خلينا نروح مباشرة لأنواع التحديث وكيف نعمل التحديث بالتفصيل خلينا نعمل بحث على اسم اللوحة اللي أم تبعتنا ونروح على الموقع المصنع إليها عشان نجيب التعليف تبع البيوس اللوحة اللي عندي اللي هي الأورس B550i Pro AX تمام؟ أول إيش رح يطلع عنا أكيد اللي هو موقع الشركة المصنعة هاي اللوحة منتأكد من شكلها منتأكد من موديل تبعها منروح على support اللي هو الدعم عشان نقدر ننزل الإشيء البيتنية نفس المكان اللي نزلنا منه تعريفات لما نزلنا أو رح نزل الويندوز 10 أو تثبيت الويندوز 10 تبعنا رابط الفيديو هاي يطالع على الشاشة اللي بحب يشوفه كيف نعمل تهيئة للجهاز نزل ويندوز ونعرف التعريفات الآن منروح على إشيء اسمه BIOS هاي في عنا نافذ مختلف غير التعريفات لحظوا كم نسخة عنا من البيوس لذلك من F1 اللي هو نسخة الأساسية زاد F2, F3, F10, F12, F13C لحظوا أنه فرضا ما بين F13C و F12 في شهر 17-2, 18-1, 2021 الآن لاحظوا أنه بخانة الوصف جمب كل إطلاق فيه تفاصيل لشو الأشياء اللي اتحدثت أو انضافت في عنا أبديت AMD أجيسة كومبو V2 اللي هو نسخة الجديدة اللي هي بتحسن من أداء معالجات معين أو تتعرف أصلاً عن معالجات جديدة معالجات 5000 الجديدة صار أداءها أفضل إضاف Optional Resize Bar لAMD Smart Access Memory هاي التقنية بتحسن من أداء كروت الشاشة Improved Connection Stability for USB 2.0 Ports and on USB Hub لاحظوا بتحسن أداء الكيبورد والماوس الأشياء اللي بتوصلها بالUSB Ports أو فتحات الUSB الموجودة عندك بالجهاز زاد Improved System Stability اللي هاي تحتيها بيجي جريدة من التحديثات لـ 20-30-40 تحديث عشان تحسن من أداء الكمبيوتر فعلى عكس ما بيحكوا بعض الناس تحديث البيوس مهم على الرغم من المخاطر الضئيلة أو نادرة جداً ممكن تصير فيها لا صمح الله تعطو بالبيوس أو اللوحة الأم نفسها نادر جداً ما هالكلام يصير ولكن الاحتمالية موجودة زي الأعراض الجانبية تبعات الأدوية الآن عادةً يفضل أنه تنزلوا آخر تحديث للبيوس وخلاص تتوقعوا على الله ولكن لغاية هذا الفيديو راح نزل ثلاث نسخ اللي هول 13 الـ 12 والعشرة عشان بدي أحدث البيوس بأكثر من طريق والثلاث طرق اللي ممكن تستخدمها أول إشي تستخدمه برنامج موجود هايو منروح على يوتيلتي اللي هو برامج في عنا برنامج من جيجا بايت اسمه أات بايوس زائد راح نرفع أو نحدث البيوس من البيوس مباشرة نفوت على البيوس ونحدثها منها حتى حالك يا بايوس أو نستخدم الفلاشة ونحطها برنامج الكابس الموجودة ببعض موديلات اللوحات اللي بتيجي متوسطة أو عالية أكثر خلينا نشغل الـ أات بايوس اللي بطلع لنا النافذة الأساسية تبعته اللي فيها أكثر من خيار أول إشي اللي هو بايوس انفرميشن معلومات البيوس حالياً منروح على أبديت فرم سيرفر يا أما منحمل من سيرفر موجود على الإنترنت أول خيار له هو أبديت فرم فايل نحدث من ملف سيف توفايل نخزن البيوس على ملف عشان احتياطاً ما نضيع منه أو فيس وزرد اللي هو نقدر نغير الصورة لتطلع لنا أول ما يشتغل الجهاز أو موجود على البيوس فهاي شغلة ممكن بعض الناس يحبوها أول ما يشغل الجهاز موجودة بعض اللوحات أبديت فرم فايل نختار الفايل على داونلود نوسها خلينا بلش نعمل الفتن نعملها أبغريد هاي أوكي خلص اختار الملف بحط له نيكست رح تتجمد الشاشة محياناً ممكن تطلع شاشة سودع عادي ديونتو أبديت أوكي لا تخافوا إذا صار أي مشاكل أي تعليقات المهم تخلص العملية وتكونوا صابورين ما تلمسوا لالماوس ولا الكيبود سيف ذا كرن تبيوس فايل لازم نعيد تسميته لا نختاره كامل جيجابايت دوت بن تمام هيك لما نسمي الملف جيجابايت دوت بن لما نكبس الكبسة من وراء من الفلاش رح يتعرف عليه الآن خلينات في الكمبيوتر ونكبس الكبسة خلينا نصور لكم من الكاميرا الثانية العملية بسيطة جدا الفتحة المخصصة لتحديث البيوس من الكبسة اللي عادة ما يكون عليها يا لون مختلف هاي الحالة لونها أبيض أو بكون حواليها مربع ما كتوب عليها ببيوس هي اللي نحط فيها الفلاشة ونكبس الكبسة المخصصة مرات بتكون كبسة صغيرة زي هيك مرات بكون في كبسة عليها إضاءة كتوب عليها كيو فلاش أو غير مرات بكون في كبسة كلير سيمونس اللي هي الفريغ البيوس الموجودة نكبس عليها مرات لازم نضل كابسين ثلاث ثواني خمس ثواني وهيك الإضاءة بصير تضوي وتطفي طالما هالعملية شغالة ما تعملوا أي إشي لا تخافوا إذا الموضوع طول ما لا تمكن يوسر عشر دقائق عادي لا تخافوا دقيقتين ثلاث خمسة عشان تتحدث البيوس حسب سرعة الفلاشة حسب حجم البيوس وحسب إصدار اللوحة نفسها ما تخافوا من هذا الموضوع ولكن أهم إشي لا تطفل الكهرباء لا تفصلوا أي إشي انتظروا لغاية ما الإضاءة تطفي تماما طول ما هي تطفي سواء كانت سريعة ولا بطيئة مرة ثانية ما تخافوا وطبعا لأنه يستخدم فلاشة بطيئة جدا رح أسرع العملية كتير وهيك منكون حدثنا البيوس عن طريق الكبسة أو الفلاشة من وراء الماذر بورد وما نشغل أي إشي طبعا ما في داعي لا لمعالج لا لرام لا ولا أي إشي خلص مجرد ما اللوحة موصولة بالpower supply ومعمولها shut down لكن واصلة بالكهرباء بتقدروا تحثوا هذا الموضوع خلينا الآن نشغل الكمبيوتر نتأكد من التحديث اللي عملناه أنه حدثنا نسخة F12 ولا لا زائد أنه نفوت على البيوس ونحدث بالطريقة الأخيرة أو الأساسية اللي هي نجيب فلاشة أو external hard drive أو قرص خارجي ونحدث منه نفسه عن طريق البيوس الآن في لوحات زي هاي اللوحة بتعطينا خيار نفوت على الـ Q-Flash أو نعمل فلاش البيوس مباشرة قبل من نفوت على البيوس نفسها هاي الخيار جاي بالأسهل اسمه Q-Flash نكبس End نكبس على الكيبورد ولكن خلينا نشوف الطريقة التقليدية نفوت على البيوس نكبس Delete وندخل على البيوس البيوس حاليا داخلي على Easy Mode اللي هو الوضع الطبيعي اللي ممكن أي حدا يفوت فيه دائما موجود بيكون بالمينيو اللي هو هايه Q-Flash فوتنا على قائمة Q-Flash أو Easy Flash أو بغض النظر على اللوحة اللي احنا فيها المعلومة الأساسية أنه في عنا الموديل الحالي أو البيوس version النسخة الحالية للـ F12 اللي حدثناها قبل شوي بتاريخ 18-1-2021 في عنا خيالي نعمل Update للبيوس من فلاشة للبيوس نفسها أو نعمل Save للبيوس نخزنها من البيوس على فلاشة لغاية الحفظ طبعا هلأ بنعمل Update للبيوس كبسة واحدة اللي أنا لاحظوا ما تعرف على الفلاشة طبعتي ولكن في خيالات لعدة فلاشات أنا الفلاشة اللي حطها من كورسير نختار كورسير لاحظوا في عنا الروت أو بدون أي فولدر في عنا نسخة الـ F12 اللي عملناها قبل شوي في عنا داخل فولدر اللي هي نسخة الـ F13 هاي اللي بدي إياها أنا هاي Next Are you sure you want to update بحكي لي هل أنت متأكد بدك نعم أكيد بقرأ الفايل قاعدة وتأكدوا أن أموره تمام هاي الـ Update BIOS اللي هو الـ F13C بتاريخ 17-2-2021 بقول له بسم الله الرحمن الرحيم Press Start هاي الآن قاعدة بعمل Update للبيوس حاولوا ما تكبسوا إشي ما تطفوا إشي ما تحركوا الماوس ما تكبسوا على الكيبورد حاولوا قدر إمكان ما تفصل الكهرباء عشان هيك اللي عندهم تذبذب بالكهرباء يفضل يروحوا على مكان مستقر عشان يعملوا Flash BIOS أو ما يحاولوا هذا الموضوع الآن نفس الإشي بتأخذ وقت طويل ولكن مش أطول من الكابسل الوراء والفلاش هاي اللي استخدمتها شوي أسرع فخلينا نستنى لغاية ما تخلص ونعمل Update طبعاً لما خلص الجهاز اللي أعمل لحاله Restart أعمل إعادة تشغيل وهيك أمورنا تمام خلينا نفوت على الكيو فلاش تأكد شو الوضع حالياً الوضع حيو آخر نسخة BIOS Virgin اللي هي F13C آخر إشي أمورنا تمام فهيك منكون حدثنا الBIOS وما في أي مشاكل الآن ملاحظة أنه بعد ما نحدث الBIOS بصير فيه إشي اسمه Restore للFactory Defaults أو Optimize Defaults اللي هو أي تعديل عدلتوه على الBIOS بروح تماماً فالإشي ننغيره مثلاً اللي هو الإشي اسمه XMP للرام عشان نستخدم السرعات المخزنة بالرامات نفسها اللي أنكبستها على XMP Profile 1 اللي هو أعطاني سرعتها والفولتية تبعتها والتايمينج أو التوقيت تبعتها وبقدر أعمل Save & Exit وبقدر أغير طبعاً من وين أعمل بوت هل أنا من الجهاز حالياً هاي بعمل من كينغستن للدرايف الرئيسي الموجود Save & Exit وهيك بتكون أموري تمام وبدخل على الويندوز بالنهاية شكراً لكم على المتابعة إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو إذا عجبكم أعملوا لايك أو إعجاب لا تنسوا تشتركوا بالقناة تفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا أي فيديوها جديدة مننا إذا عندكم أسئلة ملاحظات أو اقترحات قضوها بالتعليقات ونشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله تحية كبيرة جداً من Dark وميني أنامود سلام